طيب نرجع للحكاية الحلوة نرجع للحكاية الحلوة محمد صلاح تعال نشوف أرقام محمد صلاح بعد هدفه النهاردة في منشستر سيتي هو كل ما يجيب هدف برخبطه أربع خمس أرقام كده محطة وهم كل ما بيجيب هدف تعال نشوف محمد صلاح أصبح ثاني هدافي ليفربول على مر التاريخ في الدول الإنجليزي الممتاز متخطيا الإنجليزي الأسطورة ستيفان جيرارد روبي فاولر هو صاحب المركز الأول بـ 128 هدف محمد صلاح صاحب المركز الثاني بـ 121 هدف فضله سبع أهداف فقط وهي عادل روبي فاولر إن شاء الله السنة دي يعملها بسهولة ستيفان جيرارد اللي النهاردة تخطاه محمد صلاح هو المركز الثالث بـ 120 هدف لسه لسه الأرقام شغالة صلاح بأثاني أكثر لاعب يسجل بقدم اليسرى في تاريخ الدول الإنجليزي الممتاز خلفا لروبي فاولر حيث يسجل صلاح 100 هدف بينما يسجل فاولر 150 يعني يبقى أكثر لاعب في الدول الإنجليزي بعد 6 هدف يسجل بقدم اليسرى في الدول الإنجليزي كله بقى محمد صلاح سادي لاعب في تاريخ الدول الإنجليزي يسجل في 4 مبارات على التوالي في مرمى منشستر سيتي على ملعب فريقه بعد الهولندي هايس البنك يعني أنت بتتكلم في لاعب تخصص منشستر سيتي يعني منشستر سيتي هو محمد صاحب يقول الفرقة هم قاعدين قبل ما ينزل المباراة منشستر سيتي ده بتاعي أنا استمودة ألعابهم لوحدي اللي بعده مين بقى منشستر سيتي أقوى فريقه في العالم دلوقتي منذ وصول محمد صلاح يا ليفرول هو أكثر لاعب يسجل في مرمى منشستر سيتي برهسية 9 هدف في كل البطولات بتاعي في الات طيب ده بالنسبة لمحمد صلاح أرقام بقى من كمة الليفر والسيتي بشكل عام أرقام أيضا أرقام مهمة جدا تخص منشستر سيتي وتخص أيضا ليفرول تعالوا نشوف أول مباراة يفشل بها مانشستر سيتي في التسجيل خلال مباراة الدول الإنجليزي الممتاز هذا الموسم هلان ساهم بهدف على الأقل في كل المباراة التي شارك بها مع مانشستر سيتي هذا الموسم باستثناء مباراة ليفربول في الدولة الخيرية والدول الإنجليزي الممتاز رحش نهاردة صلاح في حتة لوحده صلاح كسب التحدي مع هلاند نهاردة الناس كلها كتب على سوشيال ميديا جملة عجبتني أوش قال لك نجريج هزمت النرويج حمد صلاح من النجريج وهلاند من النرويج يعني عجبتني كانت لطيفة حبيت أولى لحضراتكم اللي ما شافاش أو ما سمعاش